اليمن التي تشهد حروباً ووبئةً ومجاعة يطل عليها شبح كورونا المسجد بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في حضر موت ما جعل منظمات دولية تصنف الوباء كخطر مهدد لليمنيين في ظل التدهور غير المسبوق في النظام الصحي في بلد لا توجد في بعض المستشفياته حتى سرير واحد لا يقد فيه لا سر لا فرش لا جهزة تنفو الصناعي حتى اللحظة فإن الاحترازات الرسمية ضد وباء كورونا لم تتم بشكل كاف في اليمن بعد كشف أول حالة فيها وبحسب منظمات إغاثية فإن انتشار سوء التغذية الحاد في المحافظات يجعل من اليمن بئة مناسبة لتفشي الفيروس الجديد في ظل وجود مستشفيات تقل فيها خزنات الأكسوجين ومستلزمات حماية الأطباء نحن كأطباء لم نجد وسائل حماية شخصية ونحن سنكون خط الدفاع الأول في استقبال حالات كورونا لو قدر الله ووصلت إلينا نصف المرافق الصحية في اليمن وفق هيومن رايتس واتش أقفلت أبوابها وتعمل بجزء من طاقمها ومع التهديد المستمر الذي يطال المرافق الطبية فإن العديد من الاختصاصيين الطبيين خطفوا أو جرحوا أو فضلوا الهروب من بلدهم ما تسبب بحالة نقص في العاملين وتقويض قدرة نظام الرعاية الصحية على الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا بالنسبة للمواطنين فإن التخوفات ترتفع بشكل كبير لديهم مع فقدانهم من الأمل في ظل انهيار منظومة مؤسسات الدولة خصوصا مع تفشي وباء الميليشيات في المدن اليمنية وضعف قدرة السلطة الشرعية على بص سيطرتها على المؤسسات الصحية وهو ما قد يجعل من الوباء العالمي في حال انتشاره أسوأ كارثة قد تحل باليمن بتوقع منظمات صحية